بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وسندنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغل لك والخاتم ما سبق ناصي الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد فمع شرح سيدنا أبي البركات ومعبط الرحمات منة القدير سيده أحمد ابن محمد الدردير على خليدته رضي الله عنه ورضاه ونفحنا بعلومه وعلوم مشيخنا وأنوالهم وأنوالكم في الدارين اللهم أمين قال وأعلم أن التصوف بمعنى العمل هو الطريقة يبقى الشيخ الأول تكلم هل التصوف هل هو علم أو عمل أو هما معه فاختار رضي الله عنه ورضاه القول الثالث وهو أن التصوف علم وعمل فيقول رضي الله عنه ورضاه اعلم أن التصوف بمعنى العمل هو الطريقة في قوله اعلم يبقى معنى ذلك أن التصوف ليس يعني جذبا وإنسان يغيب عن نفسه بالكلية وإن كان هذا يعني في بعض الأحوال يأتي العبد وقد يرجعه بعد ذلك من الجذب إلى الصح من السقري إلى الصح لكن قوله واعلم ومع ذلك الشيخ يتكلم عن أهل الصح أهله صح واحد صاحي واحد من السكران لعالم وبيعملين والعالم بيعلم الغاية بيعلمي الغاية سيدنا موسى عليه السلام في ملاقاته مع سيد الخضر قال الله تعالى حاكن عنه هل أتبعك ليه مشكلة وراك من غير حزام ولا رابط ولا غاية ولا وسيلة أبدا هل أتبعك على أن تعلمني شرط مما علمت الرشدة فسيدنا الخضر عليه السلام إنك لن تستطيع معي الصبر وكيف تصبره على ما لم تحضيه صبر إلى آخره وإذا كلم عن شروط الصحبة قال لا استجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصلك أمر قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أو فإن اتبعتني ونقل واتبعك يبقى شرط في مقابل شرط يبقى هذا في مقام صح وهذا في مقام صح لأنه يشترطه أما الواحد المجذوب ده ليس هيشرط ولا غيره فما واحد يتبع واحد مجذوب المجذوب أصلا لا يدري أين وجته أصلا ده مجذوب ده مأخوذ عن نفسي بالكلية هيديك حقائق إيه دي ولا شريعة إيه ولا إيه مش هيعلمك أصلا لكن اللي عنده الحقيقة والشريعة لا ده عارق إنت قلتني شرط طب أنا سأقابلك هذا الشرط بالشرط وأعلمك شروط الصحبة وهذه الفرق ما بين الولي المرشد وبين الولي المجذوب دي حاجة ودي حاجة الولي المجذوب ده رايح عن نفسي بالكلية فلا يقتدى به ده يقتدى إيه به إلا إذا بعد ذلك أركعه الله إلى مقام الصح فيرجع من الفناء إلى البقاء فيرشد الناس إلى دين الله تعالى وإلى الحق فيأخذ بأيديهم والشريعة معه في كل طور من أطواره وفي كل حاجة من أحواله وفي كل مقام من مقاماته واكب يبقى شرطهم في المقابل شرط وعارف هو بيعمل إيه وعارف هو إيه بيعمل إيه وأعلم يبقى فعلهم أن التصوف بمعنى العمل هو الطريقة طيب يبقى إنسان بيعمل يبقى هو الطريقة في حد أعلى من الطريقة في حد أعلى من الطريقة هو سيدنا رسول الله فقط لأنه محشد هو صاحب الشريعة وصاحب الطريقة وصاحب الحقيقة صلى الله عليه وسلم وكل ما دونه من الصحابة والأولياء والعالقين إلى آخر الزمان سائلون على هذا المنهج فلا صح أن يكون إنسان إن شيخنا هو رسول الله هذا خطأ هذا خطأ وضلال إنما كله وارث كامل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنى أنه وارث كامل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو رسول الله والعزو الله لا الوية الكامل يعني متابع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق محمدية نزيهة مطهرة وليس هو رسول الله إنك لو قلت إن رسول الله هذا ضلال وخطأ ويلزمك بعد ذلك أمور صعبة جدا أولها كما رأينا من هؤلاء الناس من يعتقدون أن كلام مشيخهم أن كلام الورث المحمديين أو المرشد الكامل على حد قولهم سنة أو قرآن وربما يصلي بأشعار شيخه شيخه ربنا فضى عليه بعض الأشعار وبعض القصائد فيروح يصلي به معتقد لنا قرآن دي ضلال مبين وهذا الفعل كفر يعتقد هذا كفر فعل هذا طيب وعمل الشيخ عمله يقول لك اعتبر إن عمله وسنة طيب فقالوا إنه وحي المثل وحي غير المثل والقرآن العظيم والوحي غير المثل ينقسم إلى سنة حديث كدسي وإلى حديث نبوي والحديث الكدسي المعنى من عند الله واللفظ من عند حضرة النبي والحديث النبوي اللفظ والمعنى من عند حضرة النبي صلى الله عليه وعلى calculated صلى الله عليه وسلم كيف نفرق على كلامك ما بين كلامه هذا ما بين كلام الشيخ الذي تدعينه رسول الله ما بين القرآن وبين السنة ما بين الوحي المثل والوحي غير المثل دي ضلال مبين اللي أقول هذا الكلام ضلال مبين لكن الورث المحمديون متبعون لحظن الله وسلم في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم ومن الممكن أن يتجلى عليهم بالصفات المحمدية الكاملة ومن الممكن أن يتجلى عليهم بصورة سيدنا رسول الله وسلم بمعنى أن ننظر إلى شيخه يرى في حظرة النبي صلى الله عليه وسلم دي ما فيش مشاكل فيه لا ترضى علينا فيه لكن أن تكون ذاته هي ذات سيدنا رسول الله وسلم وإن كلامه وحي مثل أو وحي غير مثل هذا ضلال مبين يجب أن نتعلم سيدنا النبي هو صاحب الشريعة وسيدنا النبي هو صاحب الطريقة وسيدنا النبي هو صاحب الحقيقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأعلم أن التصوف بمعنى العملي هو الطريقة تعال بقى نشوف الشيخ السباعي بيقول إيه قال الطريقة هي تتبع يا سلام شوف الكلام الشيخ أفعال حذرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصلى الله عليه وعلى آله وعلى آله رخص المسائل أو الضعيفين. كما ذلك متابع للشرع. ما نخش بالرخص في الصوفي. يعني بتكلم عن الصوفي. مش بتكلم عن الآخر. مش بتكلم عن العامي. لا يأخذ بالرخص. ولا بالضعيف. ولا ايه؟ الضعيف منها. وكما قلت من قبل. هناك فرق ما بين أبدأ التسير بالشريعة. وبين تتبع رخص. تتبع رخص ضلال. والإنسان من ممكن أن إذا تتبع رخص أن يخرج من الدين. هو لا يدري. هو لا يدري. لكن مبدأ التسير واليوصف في الشرع الإسلامية. هذا أمه الآخر. قال. وأما الشريعة. الشيخ نغيور. وأما الشريعة فهي الأحكام. إمام الدرديب يقول الأحكام التي ورد عن الشارع المعبر عنها بالدين. واحد يقول لا أنا مشكلة خالص. أنا راجل مع ربنا. يعني مع ربنا؟ يعني أنا مع التجلي. تجلي إيه؟ تجلي الأسماء والصفات. طيب. طب من دك كده فاتتك حضرة العلم. هو العليم الخبير. يبقى عندك نقصة على كلامك. فاتك تجليات اسم الحكيم. فاتك تجليات اسم العليم الخبير. فيعلم الأحكام ده. مش مظهر أو تجلي من تجليات. ما إحنا بقى نمشي بقى على كلامهم. أنا أعتقد اللي إحنا مقانين. ونمشي وراء كلامهم. يقول لك سبك من الشريعة. طب الشريعة دي ما بحر من البحار. اسم الله العليم الخبير. يبقى فاتتك هذه الحضرة. ولا لم تفوتك هذه الحضرة؟ العلم بالأحكام. العلم بالأحكام. والعلم بالله سبحانه وتعالى. العلم بالله سبحانه وتعالى يعني في جميع المظافر. في جميع التجليات. ومنها العلم بأحكامه. سبحانه سبحانه وتعالى العلم بأحكامه صلى الله عليه وعلى آله وعلى الله عليه وسلم وما رأينا عالما من علماء الطريق أو من علماء الحقيقة كما يحل البعض أن يقول إلا وجدناه على قمة الشريعة وعالم بالشريعة وعالمين بالشريعة المحمدية سيدنا عبدالقادر كان مذهب وإيه كان شافعية في بداية الأمر ثم جاءه النبي والسلام في المنام وقالوا قم فانشر مذهب أحمد قم فانشر إيه مذهب أحمد فدخل المذهب الحنبلي ومعه أربعة آلاف من تلميذة المذهب الحنبلي قرأوا مختصر خرقي وكان شافعيا وحنبليا معه المذهبان وكان على علم بالمذهب الحنفي والمذهب المالكي يعني وإفتأته رضي الله عنه وانضاه كان يفتع على الشافعي وعلى الحنبلي وعلى الحنفي ولكنه ما كان يفتع بماذا بسيدنا مالك لماذا لأنه جاهلون به والعزب لا أبدا أبدا إنما تأدبا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وانضاه وكان ذاك أنه كان يفتع وكانت تعرض لي الفتاوى فيتعجب علماء العراق جاهز ذاك وسيدنا اليام الرفاعي شافعي المذهب أو شافعي المذهب وكان يقول لكلامذة كما في برهاي المؤيد لا تقول قائل حلاب بل قل قائل الشافعي وقال مالك سيدنا أحمد البدو رضي الله عنه وارضاه كان شافعي المذهب وكان عليم بالقراءات حتى قيل قديما في مصر القرآن أحمدي والعلم أزهري يعني من أراد علم القراءات فعليه بالمسجد الأحمدي اللي في مارد يسكنها يا سيد أحمد يا بدو ماشي ما بقول مارد أو ما بقول مارد أني بطلب مارد من سيد أحمد البدو مارد يسكنها يا سيد أحمد يا بدو كان هنا القرآن أحمدي يعني المعادة الأحمد هو العلم أزهري لكن علم القراءات ده في الأظهر الشريف من أرير يعني من متين سنة من ساعة من متولي وقعدوا هنا لكن زمان كان القرآن أحمدي زمان في مص يعني يعني تعلم علم القراءات يعني كان علم القراءاتهم وكان شافعي المذهب سيد إبراهيم من دوسوق كان شافعي المذهب ولو جرح علاماتنا بيش هجاع أخرج الجزء الأول منه مبحث للعبادات أخونا عاطف وفدي هو الدكتور محمد نصار طبع القديمة لعندي كانوا متمزل بيش هجاعي المذهبين سيد أبو الحاسن الشازن ملك سيد أحمد الدردير ملك الحفني ملك الباكري حنث أجيب مين كمان؟ كلهم على الشريعة الإسلامية فهل الشريعة الإسلامية وتمسكهم بها وتدريسهم لها وتعمقهم فيها حتى صاروا أكابر واللي من ملك الصغير هو سيدنا الدردير هل دي انتقصت من قدرهم في الحقيقة؟ أو انتقصت من روحانيتهم أو كربة من الله تعالى أبدا ده كان سيد الدردير قض كان قض في أحد أعرف عنهم؟ كان قض بعصره ومصر رضي الله عنه أرضاه سيد الدردير كان قض رضي الله عنه أرضاه سيدنا النووي رضي الله عنه أرضاه كما جاء في الفتوحات الوهبية فما جاء في تركمة لابن العليب بن عطار إنه رأى أحد الناس في المنام أن الإمام النووي قطب قطب الليلة يعني صار قطبا وسيدنا نووي قادريه الطريقة سيدنا نووي قادريه الطريقة لأنه متصف بابن القدامى وبابن القدامى متصف بسيدنا عبد القادر فهو قادريه الطريقة سيدنا الإمام محدين النووي رضي الله عنه أرضاه قطب لكن كان المشهور عنه هو ايه؟ يعطي العلم الظاهر وعلم الحديث وعلم الفقه ضرورة في الزمان لكن كان قطب ولو يعني أمور عالية جدا وكلام في التصور وبستين عارفين كلام كبير جدا قال لك فذهب الرجل إليه في مجلسه فوقد هو رجل عادي بدرس الحديث فهم رجله أن يتكلم فقام اليوم نووي في مجلسه وذهب لهذا الرجل وقال له اكتم ما رأيت لا تكلمش قال له ايه؟ اكتم ايه؟ ما رأيت بس تكلمش خاله ما هو الرجل شاف المنامين وقطب الليل قال له اكتم اكتم ما رأيت دي لا مناور رضي الله عنه نقول مين ولا مين كل العلماء على هذا الكلام بل زمان كان يقولون كمان يعني فسد الزمان ليه فسد الزمان ليه؟ قال لك صلنا نعطي خلافة النقشة بندية لمن يذكن مذهبا وحدا اه عايز ايه؟ قال لك لازم يكون متماسل بالمذهب الأربع عشان نديره خلافة في النقشة بندية شوفت ازاي الكلام؟ قال لك فسد الزمان ليه فسد الزمان؟ قال لك صلنا نعطي خلافة النقشة بندية لمن يذكن مذهبا وحدا ها طب انت عايز تذكنها لو اذكن أربع عشان يبقى خليفة في الطريقة النقشة بندية شوف ازاي الكلام؟ وأما الشريعة فهي الأحكام التي وردت عن الشارع المعبر عنها بالدين وأما الحقيقة باي حاجة منفصلة عنها حاشة وكلة ده هي زبدة اللبن قال أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة اه سر احنا بنعبد ربنا في الصلاة أسرار اللي في الصلاة أسرار الوضو أسرار الزواج أسرار كذا أسرار كذا في كل شيء كما قال حتى الشيخ الدردير من قبل وأشار رضي الله عنه ورضاه قال وتحدث عند الوقاع يعني وقاع الرجل على مراته أسرار لا يعجمها إلا أهل الكشف وقال الشيخ الأكبر سيد محيد وقد يفتح على الولي أثناء اجتماعه بزوجته ما لم يفتح عليه في عبارة كذا وكذا أمور احنا لا ندركها لكنها أسرار أسرار الشريعة الشريعة بكل ما فيها من أول باب الطهارة لحد باب الجهاد شوف شوف إزاي إحدى العلماء في ترتيبهم قيل الإمامي أبي يوسف تلميذ أبي حنيف ألف لنا كتابا في التصور فرح عمل كتاب البيح كتاب البيح يقول لك يا عم يتكلمنا في التصوف يا عم كيف نكتاب البيح ألويه لأنه يعمل للناس ويعرف الحلال والحرام ما له وما عليه في البيح والإدارة والسلم والمساقاء والمزارعة والمخابرة فهو أجدر بعد ذلك أن يعلم حقوق الله عليه وقبل ذلك فيوصل المعاملة بينه وبين الله تعالى لأنه مش بيتعمل بالربة فمطعمه حلال ومشربه حلال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطب مطعمة فتقه المستجاب الدعو خلال مستجاب الدعو يعني يا رب يفتع عليه يفتع عليه لكن ثم ذكى رجل أشعف أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغوذيه بالحرام فأنا أستجاب الله ما فيش قول من هنا لبعض بقر ولا حاجة خالص قال له ألف كتاب في التصاوف راح على ما له من كتاب البيوح اتق الله حيث ما كنت لكن وأتبعي سيئة الحسنة تمحوها بينكو بالنفس والتقوى بينكو بين الله تعالى وخالق الناس بخلقهم حسن التصوف كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف يوع زي الإنسان ما يغشش زي الإنسان يكون يعني يعامل الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى بيعا وشرايا ليس الرجل الذي يعجبك تنطنته قال له كده ليس الرجل الذي يعجبك تنطنته في الدعاء ولكن رجل من تعرفه عند الأغز والعطاء المال ومتعامله بالمالية مش في جامع عابد وقوى البيت ظالم زمان كان أحد أوليه الله صالحين يقول الوالي عندنا اللي تشهد لله مرأته اللي تشهد له ايه يعني مرأته عندنا أيها الأستاذ الفاضل المرأة يعني الزوجة يعني الزوجة اللي تشهد له زوجته أنه تقل الله يبادي والي لأن المرأة لا تنظر إلى زوجها إلا بعنصر البشرية فلما تنظر له بعنصر البشرية تجدوا ما شاء الله إنسان كامل ومكامل ومحترم ماذا؟ هذا هو ودي الوالي هو ودي الوالي ده اللي تشهد له مرأته ثم كده قاله ثلاثة يكون اندفاعهم بالولي قليل لألك الزوجة والابن والخادم الزوجة لأن الناد تطلع على بشريته ويشرب بعاشر لأخير تطلع على عنصر البشرية وكذلك الابن بينظر إليه إنه أبوه شيخ أولي طبعا إلا ما بيكبر وبيعرف هذا هو أبائهم وبعد ذلك الخادم لأنه يطلع على أكله وشربه وثيابه إلى آخره هذا القضاء الحقيقة أصار الشريعة ونتيجة الطريقة نتيجة العمل اشتغل إبا هي فهي علوم ومعارف سلام تحصر لقلوب السالكين على طول كده لا لازم شغل إيه الشغل يا سيدنا الدردير بعد صفائها من كدرات الطباع البشرية لازم فيها يجب واحد يتكلم في الحلوم والمعارف تعود إليه يسفي إليك حل الكبر والعنجة هيجة يبقى دي علوم ومعارف ولا دي وبال على أصحابها ما يقول لك شو ذكر ربنا ولا حتى علامك الصمت اللي هو من صبات العارفين لا ده أعلمك احتقال جميع الناس أجمعين يبقى هي دين ده كده قد صفيت من كدرات البشرية ولا لازلت فيه كدرات البشرية لازلت فيه كدرات البشرية يبقى إذن ما دمت لم تصف من كدرات الطباع البشرية وصلت عندك الكبر والعجب والآنية وحب الدنيا والإقبال عليك الدنيا يعني يبقى أنت مع ذلك العلوم اللي تدعو عليه دي ده عبارة عن طنطنة للسان فقط ليس لها حقيقة جيبت ابن عربي وقعد تكرر فيه الله كلامه كلام الشيخ الأكبر أذكر البعض طبعا العين ورأس ماشي لأنه كلام ذائق على فكرة ابن عربي ده ذائق حصرت الدين كله في الشيخ الأكبر ابن عربي ورسيلي على الكلم الجيلي وابن سبعين وابن الفارض وابن أزدي طبعا العين ورأس ماشي لكن هل ذوقت مذاقهم هل اكتهدت اكتهادهم هل تخلصت من كدرات الطباع البشرية كما تخلصوا طيب الأكثر هل عندك إجازة فأنت تكلم بهذا الكلام ما عندوش إجازة بهذا الكلام من الكلام ده علوم المعادي لابد لينشرها لابد يكون عنده إذن جبت من إذن قال تعالى يا أيها النبي وأن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجه منيرا فمع كونه نبيا وأرسلناك وشهيدا لازم يبدأ فيه من إذن والحضرة المربوطة المزبوطة زي أقول لك إيه بربها مربوطة مربوطة اللي إذن كله تأثير في القلوب التغيرات تحدث تغير حال من حال سيء إلى حال أحسن إلى حسن إلى أحسن وهكذا كنا نجلس مع شريخ رضي الله بالساعتين والثلاثة فلا نسمع منه كلمة بل ولا يقروا منا أحد أن ينطق بكلمة كما كان ساداتنا الصحابة مع حضرة النبي يجلسون كأن على رؤوسهم الطير وكانوا يتمنون أن لو أتى إنسان أعرابي مش عارف قدر حضرة النبي فيسأل حضرة النبي فيجيب حضرة النبي كما جاء في الحديث الصحيح ولكن بمجرد القلوب ساعتين وثلاثة يسر إليك من حال سيدنا الشيخ رضي الله عنه وعرضه لكن تجلس تربح ساعات كلام في كلام في كلام في كلام في تصوف ده هل هذا هو التصوف أبدا هذا ليس بتصوف أنا بتكلم عن أناس يعني نمى في هذا الزمان شرهم وقد حذر منهم سيدنا الشيخ مصطفى البكري الصديقي في كتاب أسمى السيوف الحداد السيوف السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد سمعهم مزندقين والخلاط شيخ مصطفى البكري لكي جد مع دولة عندنا في الشام قد نمى شرهم ورح أقلب كتاب ده عشان خاطره ويلا ما عندهش كتاب عالم علماء الشريعة رضي الله عنه وارضاه وعالم علماء الطريقة وكبير من كبار رجال الحقيقة فعليك بخمرتنا البكري من حانة سيدنا البكري وبوقت حضورك للذكري كن عند حضورك مفكودة فهي علوم ومعارف تحصل لكلوب السلكين بعد صفائها من كذرات الطباع البشرية نرجع إلى مولانا الشيخ يقول معارف جمع معرفة وهي على لسان علماء غير صوفية العلم صح العلم والمعرفة متردفة هو قيل لا المعرفة العلم يستدعي سبق الجاه المعرفة المعرفة تستدعي سبق الجاه والعلم لا يستدعي سبق الجاه ذلك قيل الله يعليم وليس عارف وكذا يعني على خلاف بين العلماء عند غير صوفية طيب أما عند غير صوفية العلم فكل معرفة علم وكل معرفة كل علم معرفة وكل معرفة علم وكل عالم بالله عارف وكل عارف عالم طيب وعند هؤلاء القوم يا سلام يعجب ناوجة عند هؤلاء القوم يعني عند القوم الصوفية عند السر الصوفية أيضا يا مولانا المعرفة تصفت من عرف الحق سبحانه باسماه وصفاته بس فما صدق الله في معاملته وده يعني تعريف سيدنا شيخ الإسلام من التصوف شيخ الإسلام وما نطلقه ومش ابن تيمين شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام زكاية الأنصاري طال ويجمع التصوف في الحدود دي كلها صدق اللجوه إلى الله تعالى في جميع الأقوال كما نصع ذلك يعني في شرحي على الرسالة قال ثم صدق الله في معاملته ثم انتفى من أقلاقه الرديئة وفاته ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتطاقه فيحظ من الله تعالى بجميل إقباله وصدق الله في جميع أحواله وانقطع عن هواجس نفسه عن خوطره ولم يسغى بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره تعالى فإذا صار العارف من الخلق الردي أجنبية سلامه ومن آفات نفسه بريئة ومن المزاكنات والملاحظات إلى ذلك التقية ودام في السر مع الله مناجاته وحقه في كل لحظة إليه رجوعه وصار محدثا ببد حداي المشتدة من قبل الحق تعالى بتعريف أسراره قال لك إيه يكون رسول الله لا قال محدثا كما قال النبي والسلام إن في أمتي محدثون وعمر منهم وعمر إيه منهم لما قال الرجل فتبارك الله أحسن الخلقين سيد النبي لنت نبي ورسول وإنزعيك الواح لا أبدا قال له اكتبها فقال جاء نزل أكذا تبارك الله أحسن الخلقين تفاعل مع الفطرة النقية في أول صوت تفاعلت فطرته مع القرآن الكريم فتبارك الله أنت خلاص نبي ونزل عليك كرآن زي ما نزل عليك كرآن قال له اكتبها فهكذا وانتلت في القضية إن يقوم في أمتي محدثون وعمر وعمر منهم اللهم بي لنا في الخمر بيان شافية فهلما نزل القرآن مرة أخرى ببيان الخمر فيه بيان شافية فهل ذكيرا خلاص وعمر فأصار نبي أبدا أنا شكيل أبدا خلاص قال من قبل الحق تعالى بتعريف أسراره فيما يجري عليه من تصريف أقداره يسمى عند ذلك عارفة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جلست مع العلماء فاحفظ لسانك وإذا جلست مع الأولياء فاحفظ قلبك وإذا جلست مع العارف مع العارفين يعني كن على طبيعته لأنه ينظر إلى قدر الله فيك أنا عارف بالله هذا المعنى هو سمى عند ذلك عارفا وتسمى حالته أي التي سمي بها عارفا معرفة ويقال هي تحقيق العلم بإثبات الوحدنية يعني في علم يقين وعين يقين وحق يقين هذه القضية تحقيق العلم ويقال حياة القلب مع الله ويقال نسيان غير الله انظر رسالك شيرين العين ورأسك يسدنا الدردير ويسدنا الصاوي ويسدنا السباعي انظر قول الطباع البشرية التي يحضوظ النفس الشيخ الدردير يقول بعد ذلك ولا شيء أقرب لصفاء القلب السلام من كفة ذكر لا إله إلا الله مع الأداب التي ذكرها أهل الله رضي الله تعالى عنهم ومتى ترك السالك الأداب أو أكثرها بعد عليه الوصول ويقول إلى مطلوبه والأداب إما قبلية وإما بعدية وإما مصاحبة الشيخ تحت يقول والأداب إما قبلية هذه أداب لخصوص الذكر خصوص الذكر وقال كده ويمطوط في كلمة الإسلامي لا يعني ما قد مضى من سهل الأحكام فأكثر من ذكر أداب الأدبي ترقى بهذا الذكر أعلى الرتبي الشيخ بيذكر الأداب الذكر هذا به هذا الذكر عمك الصاوي بيذكر الأداب المتعلقة بحق الشيخ وحق الإخوان ودين شعب العالمين لابد أن نركع إليها ونشرحها لكن خليها نسير على ما صار عليه الشيخ الدذير رضي الله عنه وارضاه قال فالقبليات هنا الفصيحة يعني فين أردت أن تعرفها إذا أردت أن تعرفها فالقبليات كذا لي أفصعت عن جواب شرط مقدر وقد تكون تفريعية تفريعا على ما تقدم فالقبليات كذا قال أن يجدد التوبة ما لكش لتوب لأن التوبة دي واجبة من الذنوب والمعاصي من الذنوب والمعاصي وعند أهل الله من الكبائر الصغائر والمكروه وخلاف الأولى والإكثر من المباح يعني درجات ومنازل ومن الحال الذي كنت فيه إلى حال أعلى عندما تنطلق إليه ومن المقام إلى المقام وكذا التوبة هي البناء هي الأساس الذي يذنى عليه كل طريق وكل مقام هي الأرض التي يزرع فيها كل نبات فلو أن إنسانا ألقى بالنبات على أسمنت أرض غير صالحة للإنبات فلا ينبذو شيء خالص ناحيا في نبات كده تزرعه في نبات تزرعه يقدر ويعمل أغراب كده ولكنه لا يثمر ليه ليه لإني ما ذيش تربة صالحة للثمار التربة الصالحة التوبة التربة الصالحة التي تجعل منك الثمار الشيخ المأذون الشيخ في المأذون لكن بذكر ربنا سبحانه وتعالى من غير الشيخ ورق أو شجر يورق ولا يثمر يورق ولا يثمر لكن الذكر الذي يعني يورق ويثمر هو الذكر المأذون من قبل الشيخ من قبل الشيخ المربي ولا بد من توبة صالحة يتربة إيه التربة من غير تجديد للتوبة أنت يعني تبني على موج تما قال الشيخ صبت الزبت مثل البناء على فوق موج نجعله هو الذي يعمل من غير إخلاص من غير من غير إخلاص من غير يعني تحقق دي واحد زي ببني فوق موج لا يثبت له أي نوع من البناء وتوبة وتوبة ممن حرام يأكل أو وتوبة ممن حرام يأكل مثل البناء فوق موج نجعله بالضبط فيش التوبة لغة الرجوع من شيء إلى شيء وشرعا الرجوع عن الذنب طيب وحقيقتها عند القوم صفية أن يتوب العبد عن كل ما لا يعنيه من قول أو فعل أو إرادة ومن لم يتوب هذه التوبة وترخص فلا يجديه شيء وهكذا أخي تعالي العهود من كل قول وفعل وحال وإرادة وغفقة عن الله والجامع لكل ما لا يعنيه هو ما لا يرقيه في الطريق بشادة الشيخة وكان الذنون النص يقول من ادعى حلاوة الذكر مع محبته في الدنيا فأكذبوه وهي أصل كل مفتاحه ومفتاح كل حال فمن لا توبة له لا مقام له وسيأتي لذلك تتمة في محله قال فالقبلية أن يجدي التوبة لما وقع فيه من المخالفات أو الخواطر الرديئة الخواطر جمع خاطر فهو خطاب ينشيه الحق في قلوب الخلق تارة بلا وسط مخلوق وتارة بوسط مخلوق من ملك أو شيطان أو نفس فإذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى بلا وسط فهو خاطر حق وإذا كان من ملك فهو الإلهام وهو إلقاء معنا في القلب بطريق الفيض وإذا كان من قبل النفس قيل له هاجز فما كان من قبل الملك إذا نعرف بالحاجة الدبا يُعلم صدقه بموافقة العلم الشبعي ها حلو جاءك الآن خاطر وعند تقرأ في القرآن الكريم معنى جديد في الآية جاءك في قلبك رحت وانت راجل بتاع شريعة مش راجل ماشي كده مع الخواطر راجل بتاعي شريعة قلت سيري أبو الحسن بيقول لابد له من شاهدي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم رحت الآية دي وافقت آية أخرى في القرآن الفهم دي وافق آية أخرى من القرآن وافق حديث نبوي شريف أو حديث كدسي شريف ها المعنى دي لم يكر على الأصل بالبطلان لم يكر عليه على الأصل بالبطلان العلم الشريف في فهم آية من القرآن أو مثلا في اطلاع على أمر معيد أو في إنسان دلوقتي يقول لك اذهب إلى مكان كذا روح زو سيدنا الحسين دلوقتي روحت دلوقتي الله زيار البيت ضامن محبب ذلك الذي يبشر الله وإباده الذين أمنوا عن الصلاحات كلها تأخم علي أجن إلى مدد في الكربة روحت لقيت في ظل الكورونا ربنا أنا مع عليك وفتحوا المقام الشريف الله هذه دعوة طيبة من ملك صالح وفقت العلم الشريف وإزددتني حبا في آي البيت المظهرين وأنعمت بالوصل بيننا وبين إثنا الحسين الذي قطعه من لا يخشون الله وإذا وإزاي المهم نعمل نزو سيدنا الحسين خاطر ملك قال فإذا كان من قبلي الله تعالى فإذا كان فما كان من قبلي الملك يعلم صدقه موافقة العلم الشرعي ولهذا قالوا كل خاطر لا يشهد له ظاهر ما الشرعي فهوه باطل طيب وما كان من قبلي الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاصر وأقل يدعو إلى الخير في الظاهر خلي باله من خاطر ما يأتيك من قبل الشيطان وهو في الظاهر إنه خير لكن يدعوك إلى الشرع إزاي فجدت بنت كده مش محجبة مثلا وجلسة لوحدها كده وافة مثلا عايزة حاجة يا أختي إنت مالك مالها لو هي عايزة هكذا جاءت إليك لو سمحت أعطني لو سمحت أنا تايا عن الطريق لكن لو رحطي ناك أريد لك لا مش عايزة حاجة أقل حاجة عملتها خرجت من الشيء الحلال إلى الشيء الحرام نظرت نظرة والنظرة سهب مستموم من سيهم إبليس يبقى الخطر دي هذا في الظاهر إنه كوي لكن ده وراء مصيبة والشيطان يقول بالنسبة للنساء ما قال إن النساء سهم الذي لا يخطئ يعني الشيطان كده عنده أسهم كده بالمعلة بنها المرأة دي سهم له عمر ما يخطئ أبدا سهم الذي ليخطئ سهم كده في المقابل اتاكوا الله ما تركت فتنة شدة على أمتهم فتنة النساء واقف قال وهو من باب صدقك وهو كذوب صح وما كان من قبل النفس فأكثره يدعو إلى اتباع الشهوات أو إلى استشعار كبر أو إلى ما هو من خصائص النفس وفي المقام كلام يخرجنا عن بسط بسط وعن مقصود طبعا الشيخ سياد فيما بعد يفرق ويقول الفرق ما بين الخاطر الشيطاني والخاطر من قبل النفس أن النفس تلح على حاجة معينة ذنب بعينه تلح عليه أما الشيطان فعايز يخرج منك بأي حاجة وخلاص قال لكم انظر الحاجة الفرانية قولك تستقبل الله طب شوف الحتة دي يعني يعني عايز يخرج منك بأي نفع وخلاص لأن كيده ضعيف لأن كيده الشيطاني كان ضعيف لكن بالنسبة للناس لهذا صعب لم يسمي لم يصف الله تعالى بأنها أمرة بالسوء فقال أمارة بالسوء فعلت أن النفس أمارة بالسوء لأن كيده ذكرى لا إله إلا الله يعني الذكر الذي يطهر النفس من نفس الأمارة بالسوء لا إله إلا الله قاله أين يظهر من الحدث والخبر شيخ الدردير بيقول إن الإنسان في الذكر يجد التوبة من المخالفات عشان كيده إحنا ليس أول حظر بنستغفر ربنا ما هو أستغفر الله الألف والسين والتالي الطلب يعني أطلب المغفرة من الله تعالى يعني أطلب التوبة عشان كيده ليه أهل الله بيبدأ أحضرتهم بعد الفاتح والاستغفار أو جايه عشان التوبة بأطل كل حال إزاي أخش على ربنا وأنا مش مستغفر عشان كيده جيسة الليل عندنا عند السادة القادرية وعند المقشى من دي وكيده تبدأ الأول تقتسل وتصدى لقعتين واستغفر ربنا خمسة عشرين مرة وتوقع هتجاي من أي نوع ما في فعل لا يوجد فعل من أفعال الطريق على ترتيبين إلا وله هو دليل من القرآن والسنة حتى في ترتيب من الأورادي حتى الشيخ الشرقاء وقال لب كتاب سما في ترتيب الأورادي إزاي الوحدي رتب أورادي كيف يضعه إزاي طرح تبدأ بالإلهة الله مباشرة كده قال لك لا لو تستغفر ربنا الزكر وبعد ذكر تصلى عنه وبعد ذكر تقول إلهة الله ليه لأن الطريق تخلي فتحلي فتجلي هذا القضاء فالاستغفار تخلي والصلاة على النبي تحلي حلاوة سيدنا النبي كان واحد زمان من جماعة الصحيين يعني هو أحيانا صحي وأحيانا مجزول كان بيلقي درس وانا كنت معاها في اليوم دي صلع يقول لك صلع المعسل أحيانا أحيانا ومعسل حاج حلو كله وجمال كله صلع نصلي على المعسل طبعا الجماعة التانين فكين المعسل يعني معسل اللي سلوهم ولا البتاع دي ولا أص ولا يا المعسل يعني كله عزل صلع كله حلاوة كله جماعة صلع على المعسل طبعا صلى الله عليه وسلم طبعا يا سيد على العين والرأس ماشي فعشان كير قال لك ايه اه استغفار تحلي وسيدنا النبي صلى الله تحلي وبعد ذلك تذكر لا إله لله تجلب يتيك تجلب لا إله لله ما بيش عدى من أهل الله بنص عليه إلا ولها دليل إلا ولها يعني مذاق إلا ولها تكتيب خاص أهل النفوس البشرية يا ربونا وهكذا قال أن يا طهر من الحجة والخبت طب تعال نشوف الشيخ الصباعي بيقول في كلمة الطهر دي قال الطهارة عند الفقهاء عرفها ابن عرف لأنه مالكي صفة حكمية وإحنا عندنا في شفعية طار أخلوصه من الأدناس أخلوصه حسية كانت أو معنوية قال والمعنوية كأفات النفس والشيخ أبو شجاع الشيخ الخطيب الشربيني أبدع في هذا في مغن المحتاج وحتى في الأقناع وفي غيره والشرح كله كده الطهارة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت أو معنوية نصو كده قال وأما عند هؤلاء القوم فيحفظ الله العب من المخالفات يعني معصوم أعوذ بالله حتى كده إحنا وإننا كده لا بدا ونحش كده العصم للحضرة النبي صلى الله لكن الله تعالى يحفظ أولياءه كما يعصم أنبياء فالعصمة الأنبياء طيب والأولياء يحفظهم الولواء الكامل يحفظوا يحفظوا وذي معنى العصمة معنى العصمة بس العصمة بحقين هي الحفظ فلا يعترض على قول سيدي أبي الحسن في حزبي اللهم عصرنا في الحركات والسكانات فقال قصد بها الحفظ قصد بها الحفظ وابن هاجل وابن حجل الهيد يقص من أولاها إلى أولاها كبرى وصغرى فالواجد الصغير من الصغرى ممكن أن يقع في الظنوب والمعاصر طيب والتامي لا يقع من الظنوب والمعاصر مع احتمالها جوازيها مع جوازيها عقلا مع جوازيها عقلا بخلاف الأنبياء عدم جوازيها عقلا لها المعاصر والذنوب الصغائر والكبائل طيب وإما عند أولا القوم فيحفظ الله العبد من المخالفات وكان زمن سيدنا الشيخ علي دلعنا وضا يقول أن كلية شيخ يقول لا أتذكر أنني منذ أربعين سنة قد أزنب تتنبه يقول لا أتذكر أنني منذ أربعين سنة قد أزنب تتنبه طيب ما فيش مشكلة خيرة انشاء رب العالمين طيب فممكن بردو لأنه منذ خمسين سنة لماذا ليه ليس المقصود بالذنب عدم وقوع فقط فيه ناس لا يقع منهم بالذنب أصلا وفيه ناس يقع منهم بالذنب لكنه يمحى يمحى كيف فيكتاب والألتغفار يعني يعني عدم كتاب ملك السيئات عليه ذنب لأن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا أن جعل ملك الحسنات رقيبا على ملك وسيدا على ملك السيئات فإذا عمل عبده سيئة فارح يكتبها يكتبها مين ملك السيئات يقول يصبر لعله أن يستغفر قال له إيه فعشان كده يمكتوبش عليه فإحنا مش بنقول الأولياء معصومين أبدا إنما يتوبون الله تعالى إذا أذنب يتوب إذا أذنب يتوب لكن التاني لا التاني يطلق لنفسه العنال في ذنوب والمعاصم فبيكتب عليه هذا القضية هذا القضية فاللهم إنا نتوب إليك يا رب في كل طرفة عين مما علمنا وما لم نعلم يا رب العالمين قال وأما عند أولئي القوم فيحفظ الله العبد من المخلفات ثم أعلم أن عندهم طاهر الظاهر وطاهر الباطن الله وطاهر السر وطاهر السر والعلانية فالأول اللي هو طاهر الظاهر من حفظه الله من المعاصي طابو طاهر الباطن من حفظه الله من الوسوات طابو طاهر السر من لا يظهر عن الله طرفة عين مع الله طابو طاهر السر والعلانية من قام بتوفية حقوق الخلق والخالق جميعا لسعته برعاية الجانبين الله لأن طاهر السر من مجزوب طاهر السر لكن من أعلى منه طاهر السر والعلانية اللي هو الولي المرشب الكامل دي ملو دي لو توجهان توجهن نحية الحق سبحانه وتعالى باللجوه إليه وصدق اللجوه إليه سبحانه وتعالى وأمر آخر بجانب الخلق اللي هو الإرشاد إلى دين الله فهو طاهر في هذا وطاهر في هذا قال ويوفي هذا الحق يوفي هذا الحق لأجل ذلك كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله فإني أستغفر الله قال إنه ليغان على قلبي يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اللهم يأت مرة فقالوا إن الغين دعم ليس كويس فكيف يؤي أقول نوصي النور يغان على قلبي فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الغين غين أنوار لا غير أغيال لا غين أغيال يا مبارك قال كله سيد أبو الحسن سيد أبو الحسن رضي الله عنه وارضه الغين غين 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 أنوار لأنه هو متوجه دائما في غين أغنيه أي يعني غين أنوار الحق سبحانه وتعالى فيقاف صلى الله عليه وسلم من التقصير في جنب الخلق في جنب إيه؟ الخلق والإرشاد والرسالة والتبليغ إلى آخره فكانت سغفاره صلى الله عليه وسلم من هذا من هذا إيه؟ من أن تغلب أنوار الحق عليه فيقصر في جنب الخلق فيقصر في جنب إيه؟ في جنب الخلق أو لو توجه نحيذ الخلق لأجل ذلك يستغفر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الغينه غينه أنوار لا غينه أغيار يا مبارك قال وأن يتوجه إلى الله تعالى برغبة الشيخ الدردير بقول كده يتوجه الله تعالى برغبة ليحصر له الجمعية في الذكر يا سلام يا سلام يا أستاذ تعال وأنشوف حكاية الجمعية لي قال الجمعية يعني مش معناه أنه ماعد عند ربنا لأن ربنا ليس له مكان مش كده يا أستاذ أهل أم مجموعين في مكانه ربنا مش كده ربنا ليس له مكان مش يا أستاذ المكان ده ده صفة من صفة الحوادث والله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء لا يقول بالاتحاد إلا من إلى أهل الإرحاد ولا يقول بالحلول إلا من دينه ومهلول ده مشكلة دي إحنا لا اتحاد ولا حلول فبعنية الجمعية ما الحق يعني دوام مراقبة الله تعالى دوام الوصال هو دي مجمعين لحما الحق فإن أخذته عن نفسي بالكلية فهو غريق الحضرة طيب وإن كان يرجع ويروح أو يرجع ويروح أو من كان مع الله سبحانه وتعالى ومع الحق في آل واحد اللي هو من أهل الإرشاد العارب بالله كما قال من قبل والاسم بمعنى هو دي في جمعية مع الحق سبحانه وتعالى هي المراقبة شو بقا؟ وهي اتدامة علم العبد إصدامة إيه؟ خلي بالك من لفظ الشيخ إصدامة إصدامة العلم يعني معنى ذلك إنه إيه؟ إنه داري إنه صاحي مش إنه سكران إنه سكران خارج عن هذا الأمر وغير مكلف بهذا الأمر إنه مع زي فولد ده فيها دابل الزكر منها إنه حقك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ويحقق الهمزات ويحقق يقول كده اللي غايب أصلاً ربما عندما يذكر الله يقول له ها 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 يعني هو دي معنى كده معنى أنه بيخرج من البقاء إلى الفناء فغير مكلف بالكلام اللي أقوله شيخ الدريل فيما بعد لأنه أقوله كده وأن يحقق الهمزة وأن يمد الألف طب اللي هو في حال السكر في حال غيبة ده خالد عصنا عن يطار التكليف فكيف تلزيمه بذلك فالشيخ يدري أنا أخلي بالك أنا ملاحظ كل الكلمة بقولها استدامة علم العبد أه استدامة علم العبد يعني ما ذاكنا مليسة إيه في حال الصح مش في حال السكر مش في حال غيبة ده داري وبيقول إيه داري وبيقول إيه استدامة علم العبد بالاطلاع عليه في جميع أحواله مه وفي أثناء الذكر في جميع الأحوال وهكذا قال وسيأتي الكلام عليها بالشارح طيب يا سمي الحين والرسي مولانا قال وأن الشيخ الدرديل وأن يستغفر الله تعالى بما تأسر في أي صيغة كانت استغفر الله استغفر الله العظيم كل ذبعا عظيم استغفر الله العظيم والتواب الرحيم استغفر الله والتواب الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا إله وحياة قيمة أولي. كله دي أجوز. كله دي أجوز. مميش مشكلة. سيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا إله إلا أنت. هل اقتني وانا عبدك. وانا على عدك واعدك ما استطاع. عوذلك من شهر ما صنعه. ابو لك بنعمتك علي. وابوه بالذنب يفغفر لي. فإنه ليك في ذنوبه إلا أنت. كل دي جالس. مميش مشكلة. سيد الاستغفار كما علمنا حضرة النبي. استغفر الله كما علمنا حضرة النبي. استغفر الله العظيم من كل ذبنا عظيم. استغفر الله العظيم والرحمة والتوب الرحيم. كل دي أجوز. كل دي جايز. بأي صيغة كانت. وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. يعني برضو بما تيسر بأي صيغة كانت. طبعا عند الجماعة الخلوتية. في الصلاة الكمالية. اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى آله. على كمال الله وكماليكم بكمال. دي من أفضل الصلاوات على حظ نبي صلى الله عليه وسلم. وقيل العارف البيومي يعني انك تصلي على نبي صلى الله عليه وسلم في اليوم عشرة آلات مرة. وان عبدنا احمد الدردير يصلي علينا عشرة مرات تعديله ما تقول. قال له ازاي? عشرة مرات واني بصلي على نبي عشرة آلات مرة. قال له اي صيغة كان يقول الله ما صلى عليه سيدنا محمد وعلى آله. عرض كمال الله وكماليكم بكمالات. بس بقلب سليم. اذا القضاء. وهذه الصلاة من اعجب الصلاوات على ربنا وسلم. ومن دوم عليها كل يوم من بعد المغرب لا ينسى ابدا. يعني الذي يشكو من ايه? من قلة ايه? من قلة ايه? ودوم عليها كل يوم كده من نبغي بالعشرة. قال لا ينسى ابدا. كما كان يفعله سيدي عالي الشبرماليسي. لو صاحب الحاشية على التحفة. تحفة المحتاج فقه شفعي. سيد الرشيدي والشبرماليسي. سيد الشبرماليسي بعد ايه? انه ما كانت ينسى حاجة ابدا. ليه مش بتنسى اه استاذ? ما كانتش في ايامكم على فيسبوك ولا تويتر ولا الكلام. فاضي. كان في ايه? كان في صلح على النبي. هي دي. وكان سيدنا الشيخ عليكم عبد الله عن الحضة. يختم مجلسه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ان مشايخنا علمونا. ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر المجلس. في اخر ايه? المجلس. اللي ينسى حاجة. اللي ناسي حاجة او مستوعي مثلا خمسين في المية من الدرس. ستين في المية من الدرس. لو صلى على النبي في اخره. يا ربك سبحانه وتعالى يجمع له العلم كله اللي كان في المجلس. عشان كده دايما نصلى على حضر النبي. فاول المجلس واخر حضر المجلس. يهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ان الله وملائكة صلى الله عليه وسلم. يا ايه والذين امامه وصلوا عليه وسلم وتسلينه. في اكتر من كده. انت شريك الحق. شريك الحق في ايه? في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ازاي. يعملك انت شريك فلان دن ده. ده حتى فيه شركة تسمى اه في الفقه شركة الوجوه. ويجئزه عند الاحناف. شركة الوجوه يعني يكون اتنين مشتركين. واحد برأس المال. وواحد بناوي ذواجها في المجتمع. بناوي. ذواجها ايه? في المجتمع. ومعروف مثلا اني زين مشارك اخونا الجميل اللي هو ازواجها في المجتمع. كل الناس تتاجر معه ويقول كده ليه? لانه هو بيتاجر مع مين? الاسم المعين اللي محتوظ ده. اسم واحد معين. اسم جميل. ده الكتاب اللي هو الكتاب. لو كتب عليه قرزه وكزا ولا قدمه وكزا. ده بيتبع بالسعر فلاني. بيتعلم منه. ده بيخلي كل الطلبة بتشتريه. ده وجوه ده ايه? شيء من الوجوه. عشان كده لو طلب مثلا مولانا اللي مقدم الكتاب مالا من المؤلف. مفيش مشكلة. ليه مفيش مشكلة? لان اسمه ما كتب عليه اخذت هذه السلعة رواج في السوق. اخذت رواج ايه? رواج في السوق. شركة الوجوه دي في فق الاحناف. لانه واحد ايه? برأس المال والتاني بانه ذو وجاء في المجتمع. طيب شو بامروا لك انت تشاريك للباري. عشان كده. في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجارة لن تبور يا عفتاز. تجارة ايه? لن تبور. لن تبور ابدا. ابدا. صلى على حضرة النبي. ده صلى على النبي. ومعك ربنا والملائكة. ابقى. في جمعية اكتر من كده. هذه الجمعية اعمل جمعية مع الحق. بالصلاة على سيد الخلق. صلى الله عليه وسلم. استغفر ربنا. وصلى على حضرة النبي. قال وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. يعني كذلك. قال وان يستقبل القبلة. وان يستقبل ايه? او قبلة. لانها افضل الجهاد. هنضع من ده الحد. لان القبلة بكلمة لها بحسب التقاسين. هناك القبلة في الدعاء. ليه السماء. مش كده? وهناك قبلة في الصلاة المسجر حرام. وهي قبلة الذكر. وما تكون الواحدين كده. واعد وحاول تستقبل ايه? استقبل قبلة كده. وتذكر ربنا كده. طب ولو كنت في حلقة ما فيش مشكلة. لا مانا. حلقة من حلقات الذكر. من حلقات الذكر. طيب. يبادي قبلة ايه? قبلة الصلاة في مسجر حرام. وقبلة الدعاء السماء. طيب وقبلة الحب. تدخل من باب الحب. سيدنا الامام الحسين عليه السلام. احب الله من احب حسين. احب الله ايه? من احب حسين. حسين وصبته من الاصباط. كلمة احب الله من احب حسين. هل دي دعاء من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم? فتكون الجملة دعائية. يعني كان النبي وسلم يدعو بمحبة الله تعالى لمن احبت سطة الامام الحسين. رضي الله عنه وارضاه احتمال. احتمال قائمة الجملة تكون دعائية على العين والرأس. ودي يكفي. دعاء النبي مقبول. دعاء النبي ايه? يبا نتوقع لحضرة ستة الحسين. دعاء ستة النبي مقبول يعني بالمحبة. ستة من حسين دي رمز الايل البيت المتحرين. رضي الله عنهم وارضاههم. الصحابة المكرمين. انه هو البيت اللي كيموا صحابة وزادوا. بالفضل. مش معنانا تشعيع العزو الا لا. دعاء صحابة وزادوا بالفضل انهم محلوا البيت. يبقى الجملة احب الله من احب حسينة. اما ان نحملنا جملة دعائية. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول. يبقى اذا لابد ان نتوقع لحضرة ستة الحسينة. محبة. واما ان تكون الجملة خبرية. ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن محبة الله تعالى لمن احب ستة الحسينة. فكان المحبة سابقة. محبة ربنا لك اصلا سابقة. في انه دل لك على سيدنا يامي حسين. مش انت كده قد تدخل اول مرة ستة الحسين. ايس انت دخلت المكان ده بكده. نعم في ناس كده. دول اهل العناية يا استاذ. دول اهل ايه? اهل العناية. انه ساعد من يدخل عند مقام سيدنا الحسين عليه السلام. وراضي الله عنه وارضاه. يسعر بانه قد دخل هذا المكان من قبل. صحيح. هذا المكان قد دخله في الازل. عند التعرف في عالم الذر. تعرف في عالم ايه? ودي من معارف برضو الزوقية. واذا اخذ ربكم بني هادا منظورين ذريتهم. واشهدهم على انبسهم. الا استبوا ربكم. قالوا بلى. ففي عالم ذر وكل التقبي. والشيخ الافبر تيدي موحي جديد ابن عرضي. رضي الله عنه وارضاه يقول. ان لا يزال الانسان يرتقي. في معرفة روحه. حتى يعلم ايه هو اللي عن يمينه وعن يساره. في عالم الذر. في عالم ايه? يشوف مين اللي كان عن يمينه ومين اللي عن يساره. انت احانا كده ترى في رؤية. انك مثلا عيل صغير. ممكن. ممكن ترى في رؤية اللي انت عيل صغير. او تشعر بنفسك. وانت رطيع على حجر امك. اه. ده دي كويس بالترقي. دي يدل على ان الروح بدأت ترجع الى اصلها. دي بدأت ترجع. باك. اه. دي بدأت ترجع بعد ذلك الى باك. ورا. دي كويس. دي ترقي. تشوي انت طفل صغير. اه. ده انت بلدة تنضف. بلدة ايه? تنضف. تنضف من القذورات دي اللي انت جبتها بعد البلوغ. دي بدأت ترجع. اه. كويس. الروح ترجع الى الجوهريات يا. الى اصلها. ودي معنى احب الله من احب حسين. يعني. هذا امر مكتوب عند الله تعالى. كتا وخلاص. ان احب الله من احبه. والذي يذبه الاولاك. انما يستجيب الانداء المحبة. اللي في الازل. اللي ايه? في الازل. في عالم الذر. في عالم ايه? في عالم الذر. استجيب انت الانداء المحبة. وفعلا امر غريب. ثم تدخل الله سبحانه الحسين عليه السلام. وتشعر ببكاء شديد. وترجع بنظافة كبيرة جدا جدا جدا. تشعر انك قليته لهذا المكان من قبل. وانك تبكي اليه مش بكاء واحد مزنب او مقصر او عاصي. بل تبكي ببكاء محب. طيب البكاء بكاء محب ده. ده اشعر انك قد تبكي على شيء قد ادركته من قبل. واحببته من قبل. كفراك عزيزي لديك قد لقيته بعد ذلك. فتبكي من بكاء الفرح. وتبكي ببكاء الصرور. طفع علي الصرور حتى كأنني من عظم ما قد يصرني افكاني. هذه القضية. في ناس كثرة. في ناس على هذا الحال. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من اهل محبة سيدنا الحسين. قبلة. قبلة المحبة. طيب قبلة المحبة ديه. تضعوك اللي انه تقعد عنده ليل ونهار. وما تعملش عمل ولا. شوف سيدنا الحسين كان بيعمل ويعمل. سيدنا الحسين كان عالم. سيدنا مجاهد. سيدنا الإمام الحسين عليه السلام كان امرا بالمعروف. كان هاءا عن منكر. هذه محبة سيدنا الحسين عليه السلام. كان يتعلم على هذه سيدنا علي ابيه. كان كان مفتيا. ورث من ابيه الكثير والكثير. هذا القضي. سيدنا الحسين عليه السلام. وقبلة الجود. يمكننا قبلة الدعاء. وقبلة الصلاة. وهي قبلة الفكر عند التوجه. إذا كنت في حلقة. وقبلة المحبة. قبلة الجود. قبلة هي سيدتنا السيدة زينب. دي الله عنها وارضاها. قبلة قبلة الجود. المصيون يطلقون عليها ام هاشم. ام هاشم ليهم بنوع ام هاشم. نسبة الى جدها الاعلى. حاشم بن عبد المطلب. الذي سميه بهاشم. لانه اول من هشم الثريدة بمكة. هشم الثريدة بمكة. يعمل فتة. وكان يطعم الطعام. والسيدة زينب كان الكيدة. رضي الله عنه وارضاها. وما زالك. ربنا يغمرنا بركاتها ونفحتها. الى يوم الدين. ولا يحينا من اعتابك المهاشم. فكذا. وهذه قبلة هي قبلة الجود. الفرق بين الكريم والجواد. الكريم الذي هو الذي يعطي بعد السؤال. اما الجواد فهو الذي يعطي قبل السؤال. قبلة الجود. طيب. يبقى بقبلة الوصال. قبلة ايه؟ هو سيدنا رسول الله. لو استفتعوا عليها كل باب. واستتركوا عليها كل طريق. ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك يا حبيبي يا محمد. قبلة الوصل. سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقبلتك الى الوصل بحضرة النبي وشيخك. واهل السلسلة. فضي الله عنهم وارضاها. ما فيش حد يصل الا من خلال الشريعة سيدنا النبي. وسنة سيدنا النبي. والاحوال الشريفة. والمقامات التي نص عليها. او التي اذاقها النبي صلى الله عليه وسلم. لساداتنا الصحابة والاولياء عبر العصر والضوء. سيدنا عبد القادر. لما. وضع المدرسة. سيدنا الرفاع. لما وضع المدرسة. التصوف اصلا كان حال عند الصحابة. حال. وليس بما قال. عمل. لا علم. لكن. كان في بعض الامور. يعرضون على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم. يجيب عنها. ووجود النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء بعد ذلك الصحابة. وعد ذلك اشتهروا. الذين اعرضوا عن الدنيا بالزهاد. او بالقراء. او بي. يعني. وناس لهم مع الله حال. فتفرقوا شعبة. كثير. حتى الذي يقرأ كتاب كلاسفة المحقوب. اللي غيري. يجد ان التواف الصوفية دي كثير جدا. كثير جدا. ليه يا أستاذ كلام من كده. اختلفت أذواقهم. ومعارفهم. وأحوالهم. مع الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يعبره. بالحال الذي وصى إليه. بل الحال الذي يغلبه. فبعضهم. يغلبوا عليه حال التوكل. فيكون غريق التوكل. من أول أمر إلى آخره. وواحد غالب عليه الزهد. وواحد غالب عليه التغفة. وواحد غالب عليه. كذا كذا كذا. كان منهم. يعني. البكاؤون. وواحد اسم بكاء كده. بكاء. تجلس إلياسي عليك حال البكاء كده. زي جماعة رباح ابن عمر. رباح ابن عمر دي كان بكاهل يقعد معي يبكي. يقعد معي يبكي. يبكي طول عمري على ذنوبه. طب يا عمي هنفضل نبكي كده على الدائمة. فين أحوال البقية وغريق. غريق الحال لا قلال عنه. مأصول لهذا الحال علينا. وأقطاب وأنجاب وابدال وحاجة كبيرة. فجام جيه الجنيد. رضي الله عنه ورضاه. ووضع الكلام دي سيدنا الجنيد البغدادي. رضي الله عنه ورضاه. وضع الأسس. جيه بعد كده سيدنا عبد القادر. أسس القواعد. وبنى وشيد. ووضع إليك النفس الأمارة بالسوء. واللوامة والملهمة والمطمئنة والربية والمرضية والكاملة. وضع وتكلم. رضي الله عنه ورضاه. وأفصح عن علوم القوم. كان قبل ذلك يتكلمون. لكن عبارة عن نوتل. هو يتكلمون عن الخواص. في بعض الأمور. حتى أن ابن سريج. ابن سريج الفقير. الشافع الكبير. اللي هو مجدد الماء الثالثة. وابن سريج. باختلاف بينه وبين الأشعار يعني. وابن سريج ثالث الأئمة. والأشعار يعده من أمة. كما قال السوط في تحفظ المعتدين. في أسماء المجددين. ابن سريج دي لما جلس إلى الجنيد. يقول له ماذا فهمت. قال لم أفهم من كلامه شيئا. غير أن لكلامه صولة. شوف الكلام. غير أن لكلامه صولة. من صولة نقتل ده. صولة إنسان ذائق وشارب. إنسان يتكلم بالحقائق والمعارف. لكن يتكلم بها لأصحابها. ومن اللي بيجلس معه؟ ابن سريج. من اللي بيجلس مع مين؟ ابن سريج يعني مجدد المئة. الثالثة. على خلاف من بينه وبين الأشعار. مثلا. مش في العقيدة والعزب. لا لا. يعني في عده من المجتهدين المئة الثالثة. ولا الأشعار. لكن ده ابن سريج. من ذكياء العالم. مش يتكلم بكلام القوم. مع عيال. مشكلة كبيرة. ولا يتكلم مع ناس أمور أمور دنياوية فقط. ما يفهموش حتى مش عفظين جزء عامة. وتكلمونهم في المعارف والأذواق. اللي هو مش دايئة. ولا التانين دايئينة. مشكلة كبيرة. مصائر. انظر إلى مجالس الأئمة. وانظر إلى مجالسك. دي الإمام الجنيد. سيد الطائفة. إجماع المسلمين. كل محط إهماء عند الكل. ومشكلة كمان. بل جنيدي له تلميزه الشيبلي. الشيبلي كان يعقده يتكلم بهذا الكلام. فالجنيدي نهاء هذه القضية. عشان كده قالوا إن طريق الجنيدي أسلم. من طريق الشيبلي اللي هو تلميزه. قال نحن تكلمنا في هذا العلم في السراديد. ثم جاء الشيبلي فنشره على المنابل. ثم قال له لا تفشي سر الله بين المحجوبين. من اللي بقول لي مين؟ الجنيد. بقول لي تلميزه الشيبلي. لا تفشي إيه؟ صير الله بين المحجوبين. الحلاك لما جاء الجنيد. قال له ما جاء بك؟ قال له قيت لصحبة الشيخ. قال الجنيد. وماله. قال له لا حاجة لي بصحبة المجانين. دي كلام موجود. كشف المحجوب اللي قويلي. وفغيره من كتب التراجم. ويرجع عليها لمن شاء. قال له حاجة لي بصحبة ايه؟ بصحبة المجانين. ثم تكلم الحلاك في الصح والسك. فقطاه الجنيد. الجنيد ايه؟ مش يغرق المدينة دولة. لا ده صاحب ده مقام عظيم. ده سير الطائفة. فهو انت بتكلم مع مين؟ مع امام الطائفة. مع سير الطائفة سيدنا الجنيد. قال له لقد اختطت في الصح والسكر. في فهمك في الصح والسكر. ثم قال له انني ارى انه لا طائل من كلامك. قال له ايه؟ لا طائل من كلامك ده. مش وراء طائل. قال له ثم بعد ذلك قال له صاحب تاني. واختلفت معي. طرقتني كما طرقت ابا عمر. كان عالم والي كبير اسم ابو عمر. في زماني برضه. كان مسلق كده. زي اليام الجنيد رضي الله عنه وارضان. فانظر الى كلام الاكابر. سيدنا الشيخ مصطفى البكري. في الفير التصور. بيقول ان الامام الجنيدي كان انكر على الشيبلي. وقال له هذا الكلام. والشيبلي كان يقول انني والحلاق واحد. انا والحلاق ايه؟ واحد. غير انا الحلاق تكلم وانا كتمت. الحمد لله انه كتم. طيب. احنا عندنا كده بنحط من قدر الشيبلي ابدا. طيب بنحط من قدر الشيدي محديد ابن عربي ابدا. من لها لكد. ده الشيبلي في سلسلة. السلسلة الطريب بتاعياني. والشيدي محديد ابن عربي في السلسلة بتاعياني. لكن اثنان يكونان الحاكمين حاكمين على معظم مجال السلسلة. اذا اختلفت عبارات الشيخ ابن عربي مع سيدنا عبد القادر. من المقدم سيدنا عبد القادر قطعا. اختلف الشيبلي مع الجنيد. الجنيد قطعا. دي من غير كلام. بس هذا القضية. قضية ما فيها. ان في احوال ضبطة ضبطة لجنيد. ان في مدارة ضبطة سيدنا عبد القادر. وسيدنا رفاعي كان معاصرا معه. على هذا المشروع. وضبط. وتكلم في حالة الحقيقة مع الله. وفي البرهائي المؤيد. وقال كده صراحة. لا تقول قادر حلق بل كل قادر الشافعي وقال مالك. سيد مصطفى البكر. ينص رضي الله عنه وضع في السيوف العداد. ان لابد للشيخ من ان يعلم اولاده الشرع. حتى اذا جاءتهم بعد ذلك الحقيقة. زادتهم نورا على نور. وإلا فهم على حافة السلامة. لسا في السلامة. في بحر السلامة. ايه هو بحر السلامة الشرع. بحر السلامة هو بحر الشرع. وحدث اختلاف في بعض الناس عندنا في الطريق وكده. فرأيت احد خلفاء سيدنا الشيخ المعيني. رضي الله عنه وارضاه. كان فقيها حمص وعالمها. وورعها وتقيها. سيدنا الشيخ وحيد بحلاق. رضي الله عنه وارضاه. فرأيت سيدنا الشيخ المعيني شيخي. يا الله عنه وارضاه. ومعه مولانا الشيخ وحيد. ومعه الشيخ سبيع. قبلت على يد سيدنا. فقال له دي الشيخ مصطفى وحيد. سيدنا المعيني بيعرفني. بيعرف سيدنا الشيخ وحيد. قال له دي الشيخ مصطفى وحيد. ثم قال لي طريق الشيخ وحيد هو طريق السلامة. طريق ايه؟ السلامة يعني طريق الشرح. عبدو العمر في الشرح. هو طريق السلامة. طب هل كان ذائقا؟ ايه نعم. كان وارعا؟ نعم. كان تقييا؟ نعم. ربنا سبحانه وتعالى بلغنا. كان عنده اجتهاد وطريق نعم. قال لي طريق الشيخ وحيد وطريق السلامة. وانحنا سهلين على هذا المنهج. فالقضية وما فيها اللي احنا يجب علينا ان نعلم. هو ان الصوفي زي ما بيقوله تعالي محتاجين من التصوف. المنهج. الصوفي وابن وقتل. الصوف ايه؟ ابن وقتل. انت فكر نفسك عيش في عصر الشبلي؟ ولا في عصر السيد وحيد ابن عربي؟ احنا في عصر ظهر فيه الالحاد. في عصر صعب جدا. الناس مش فهمة دينها. إلا ما رحم الله تعالى. تروح مطي الله عقولها؟ ماذا كده؟ ماذا كده؟ ماذا كده؟ ماذا كده؟ تأخذ بيده من الله سبحانه وتعالى. واذا كان احدث الكلام مفتنة. يبا يجب عليها ان يحكم عن الكلام. احنا بنقرأ حاجات السباع على الخريدة. السباع على مين؟ على الخريدة. احد ابناء الشيخ السباعي ده وظن هذا الشارح. اتى اليه فترة من الزمان امر بالصمت. امر ايه؟ اسكت. لا تكلم. بس احنا عايزين نعلم نفس الصمت. تصمتوا وانظروا الى اقدار اليه تعالى. اسكتوا. ما تتكلموش. ذوقك دي ومعارفك دي على فرض تسليمها. وعلى فرض الصحادة خليها نفسك. لكن تفتن بهالناس. وانت غيره مجاز. من شيخيك الاول والتاني. دي ضلال مبين. تغيير مجاز. هات لنا اجازتك. مفيش اجازة وانده الكلام ده ضلال مبين. واننفذ عليك. كما نفذ الجنيد. اي حد يختارك الشرع الشريف. الشرع الشريف مفيش امر حمين. بس. القضية ما فيها. قبلة الوصول. نخدمه بحضرة النبي. قبلة الوصول حضرة النبي. مفيش حد يجيب سبنا النبي. صلى الله عليه وسلم. الشيخ الذي لا يدلك على رسول الله. ولا على اخلاقه. ولا يحقق فيك. اخلاق حضرة النبي. صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس هذا بشيخ. الشيخ الذي يجمعك على الدنيا من الشيخ. الشيخ الذي يجمعك على نفسه فقط. من غير ان يدلك على حضرة النبي. ليس بشيخ. كان زمان. سيدنا الشيخ محمد زكيد بن ابراهيم. رضي الله عنه وارضاه. سأله مولانا الشيخ جمال فاروق. شيخنا. هذا شيخنا وهذا شيخ شيخنا. قال له وليه بعض المشايخ بيغضبوا. لما أثناءهم بيطركوهم. ويذهبون إلى غيرهم. قال له لأنهم يجمعون الناس على أنفسهم. ولا يجمعون الناس على الله. هذا القضاء. لو جمعوا الناس على الله سبحانه وتعالى. كان شيخ يغضب. بل بالعكس. قال له دعينا. ربنا أعطينا وإياك. لا تنسانا من دعائك يا أخي. وهكذا. أهل الله. إذا وصل مريده دي. اللي رأى عند شيخ آخر. يقول له دعيه لنا. دعيه لي ربنا يأخذ بيدي. دعيه لي ربنا ينجيني. وهكذا. دعيه لي ربنا يوصلني إليه. وهكذا. لا القضية. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا. ويؤدبنا. ويفتع لنا بتوحى عارفين. ويكرمنا بكرامة أسيادنا المشايخ. الحسية والمعنوية. وأن لا يحينا مددهم. وبركاتهم يا رب العالمين. في الدنيا والآخرة. اللهم افتع لنا بتوحى العارفين بك. تبع لهم معنا توفة نصوحة. تغسلون بها قلبا وجسما وعقلا وروحا. اللهم توعينا نتوب. وعفظنا المعاص والذنور. وأنكدنا اللهم من دائرة ثخطك إلى دائرة الرضاك يا رب العالمين. صل الله على سيدنا ولنا محمد. نبي لهم من الطائزة. وعلى أهل وصف اسم فاسم. نبي لهم من الطائزة. نبي لهم من الطائزة.